أهلا بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية حيث جاء في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تكلم قداست البابا على حياة الروح وحياة الممارسات الخارجية في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطية وقال حاول أهل غلاطية أن يؤسسوا تدينهم على المحافظة على الوصايا والتقاليد فذكرهم بولوس بمحور الإيمان أنه موت الرب يسوع وقيمته وطلب منهم أن يرجعوا إلى الله معطي الحياة في المسيح المسلوب ونحن لتقوية حياة الروح لنقف أمام يسوع المسلوب ولنسجد أمام الكربان على الصليب يحدث ما حدث مرة في الماضي يسوع يسلم الروح ويهبنا حياتهم وفي الكربان يقدم لنا جسده غذاء لروحنا وبعد الفصح أي بعد مرور يسوع من الموت للحياة أرسل الروح الذي قوى الرسل وملأ الجميع من دون الاستثناء وهو نفسه الذي يغير قلبنا ويقود الكنيسة اليوم أيضا فيه تتجدد حياة الجماعة وبقوته نواصل جهادنا الروحي وتكلم بولوس على أعمال الجسد وعلى أعمال الروح أعمال الجسد هي مطربطنا بمختلف الشهوات ليس لأن الجسد في حد ذاته سيء إنما هي عبارة تشير إلى موقفنا نحن المنحصر في الأعمال الدنيوية وعدد بولوس أعمال الروح فهي المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف وكرم الأخلاق والإيمان والوداعة والعفاف ودعانا قدسته إلى أن نعيش بحسب الروح فهو الذي يشدنا إليه ويمنحنا خصوصا المحبة التي تغير قلبنا وتملأنا بالحياة والفرح